أَوْنْصُلِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّعْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِخْوَانِي أَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنِيهًا لَكُمْ بِالْعِيدِ الْهَدِيَةِ نسأل تبارك وتعالى أن يعيد علينا أزمنة مجيدة وفي الخيرات والبركات آمين فاليوم هذه هي مدة علوم القرآن فكلامنا اليوم إن شاء الله نتكلم في نشاة علوم القرآن لكن جاءني بعض التساؤلات من بعض الإخوة مما بعضها رسالة بعض الرسائل بالكتابة وبعضها بالصوت جزاكم الله عني خيرا فاليوم إن شاء الله كما قلت لكن فهذه التساؤلات يريدون فيها التودي زيادة التودي في معنى الوحي فيما هو الوحي بما يخصه فيما يخصه في الأنواع وفي الأكسام وفي كيفية قد شعرانا ذلك من قبل قد شعرانا ذلك من قبل لكن هذه يكون زيادة لذلك ويكون الحلقة الثانية في جلساتنا في الوحي أقول متوأكلا علي سبحانه وتعالى فالوحي كما قلنا في معنى في اللغة أصلا الواو والحاو والأرف المؤتل يدل على إلقاء شيء أو علم في خفاء إلى غيرك إلقاء شيء أو علم إلى غيرك هذا معنى الوعي في لغة نعم وقد يأتي في بعد المصادر في غلوم القرآن بعد كلامهم في الوعي لغة يتطرقون إلى مثلا الإلهام الفطري للبشر أو إلهام القريضي للأحيوان أو الإشارة السريعة أو الكتابة أو الوسوسة الشيطانية أو الرسالة أو الكلام الخفيش فكل هذه ليست في أنواع الوحي بل في معنى الوحي لغة كل هذه إما الإلهام الفطري للبشر أو الإلهام القريضي للأحيوان أو الإشارة السريعة أو الكتابة أو الوسوسة الشيطانية أو الرسالة أو الكلام الخفي كل هذه في معنى الوحي لغة اسمعوا جيدا في معنى الوحي لغة لأن بعض المصادر يعني يندرجون هذه الأشياء تاتى أنواع الوحي لا ليس كذلك بل إنما كلها مندرجة تاتى معنى الوحي لغة فالوحي لأو أنواع ذا أذكرها ذا أذكرها كما قد تتركت إليها من قبل لكن نريد فقط زيادة التهديه فقط فالوحي بأنوائه الكلام الإلهي لا أربعة أنواع فالنوم الأول الكلام الإلهي هو الأصل في الوحي والثاني الإلهام وهو أيضا الأصل في الوحي والثالث الوحي في النوم وهذا ليس في الأصل لأنه يدخل فيه الإنسان وغيره يدخل فيه إنسان يدخل فيه الأنبياء والرسل وغيرهم والرابعها الإلقاء في الراوي فهذا الإلقاء في الراوي دخل فيه الأنبياء ودخل فيه الرسل ودخل فيه غيرهم سأشرع ذلك كونوا معي إن شاء الله فالأول قلت الكلام الإلهي هو ما يكون مكالمة بين العبد وربه كما كلمه سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام وقل في كتابه وكلم الله موسى تقليما اسمعه مرة الكلام الإلهي هو ما يكون مكالمة بين العبد وربه فهذا هو النوع الأول من الوعي الوحي فالنوع الثاني الإلهام فهذا الإلهام هو الذي خطأ فيه بعض الناس أتى في بعض المصادر في أولم القرآن الوحي الإلهام أفوال الإلهام ما هو الإلهام؟ هو ما يكون إلهاما يكذفه الله تعالى في قلب مصطفى على وجه العلم الدروري اسمعه مرة الإلهام هو ما يكون إلهاما يكذفه الله تعالى في قلب مصطفى على وجه العلم الدروري فهذا هو الإلهام ولو أنوع لو أنوع فهذا النوع مندرجة تات قوله تعالى أو يستنبت يستنبت هذه الأقسام في الإلهام في قوله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء إجاب إلا وحيا فهذا من أنواع الإلهام أو من وراء إجاب فهذا النوع التاني فهذا الكسم التاني من أقسام الإلهام والكسم التالي أو يرسل رسولا فهذه أيضا مخصص بالإلهام لكن يشاركه في بعض الأنواع سأبينها أتى تفهمونه يعني شرحا وافيا إن شاء الله على قدر استطاعته إن شاء الله نعم فهذا هو الإلهام فالنوع التالي من أنواع الوحي الوعي في النوم ألواعي في النوم تعرفه أما يكون مناما صادقا مناما صادقا يجيه في تحقكه ووقوعه الوعي في النوم أما يكون مناما صادقا يجيه في تحقكه ووقوعه فهذا هو النوم فالمثال ذلك هو ما كانت في حديث عائشته رضي الله تعالى عنها عندما تخبر عن وحي الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الروهية الصادقة أو الروهية الصالية في بعض الروايات وفي رواية الروهية صادقة وفي رواية الروهية صالية رواء شيخان فهذا هو الوحي في النوم أما الأخير الرابع والأخير الإلقاء في الرأي الإلقاء في الرأي هو ما يكذفه سبحانه وتعالى في قلب أبد من إباده هو ما يكذفه الله تعالى في قلب أبد من إباده فهذا هو تعرفه قد يكون في واسطة وقد لا يكون في الواسطة كما سبق معكم في الآن فهذه الأربع هي أنواع الوحي ليست لها خامسة ليست لها خامسة نعم فهذا في معنى الوحي في أنواعه فأما الوحي بالنسبة إلى الأنبياء فأما الوحي بالنسبة إلى الأنبياء تعرفه كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه أو رسول من الرسول فهذه معنى الوحي لغة واستلاء وفي الأنواع وفي أكسام أما فيما يخص الإلهام يعني بعض المصادر في أولوم القرآن يندرجون الإلهام تاتى أنواع الوحي ولكن ليست كذلك ليست كذلك لأن الإلهام مندرجة تاتى كلمة أو تاتى معنى الوحي في اللغة إذا أتلقت معنى إذا أتلقت الوحي قد تكلمت في الإلهام في الإلهام أفوان وقد تكلمت وقد نتوكت بالإلهام وقد نتوكت في الإلهام في المنام وقد نتوكت بالكتابة والإشارة والسرعة فهذه كلها مندرجة تاتى معنى الوحي في اللغة أظن الآن أن هذا الشرع قد يفيد إن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل وتبارك وتعالى أن يزيدنا فعم كتابه وسنة رسوله إذا قمد عليكم شيئا آخر فالباب مفتوح إما بالرسالة أبرى وصاب إما بالرسالة أبرى وصاب إما صوتية إما الكتابة إن شاء الله فاليوم إن شاء الله نتكلم في كيفية ناشئة علوم القرآن قلت في درس المادي في معرض كلامي أن وادني هذا الإلم أن بداية ظهور علم القرآن أن بداية ظهور علوم القرآن مرتبطة ببداية نزوله شيئا فشيئا لأن نزول القرآن لما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام يمكن يستمبط في هذا في هذه الواقية في جارة الهراء يستمبط منها أنواهم من علوم القرآن منها علوم إلم وأسباب النذول والتاني أول ما نزل من القرآن والتالت كيف كان الوحي وغيرها كيف كان الوحي وغيرها وغيرها فأما بالنسبة إلى إلم وأسباب النذول سنتكلم فيما بعد إن شاء الله في الدرس القادمة إن شاء الله أما بالنسبة إلى أول ما نزل قد تكلمنا عنه وكيف كان الوحي ما زلنا في صداده إن شاء الله أكفونا إن شاء الله في الدرس القادم سندخل في نشأة علوم القرآن تفسيلا أتى يفهم الجميع إن شاء الله نسأله تبارك وتعالى أن يفهمنا كتابه وسنة رسوله ظائرا وباطنا وارزقنا الأعمال بهما بجائزاتك المقدسة آمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته